بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشرائح السابقة طريقتين لتحسين الجزور طريقة تنصيف الفترات وطريقة نيوتون رافسون سندرس في هذه الشريحة طريقة جديدة وهي طريقة التكرار المتتالي أو طريقة الفيكس بوينت ماذا تتلخص طريقة الفيكس بوينت بما يلي لتكون لدينا المعادلة الفيكس تساوي إلى الصفر حيث الف دالة متصلة حيث الف دالة متصلة والمطلوب معرفة جزورها الحقيقية لنقوم باستبدال معادلة الفيكس يساوي الصفر بمعادلة مكافئة لها من الشكل اكس يساوي إلى جي اكس والجي اكس هنا دالة جديدة يختلف كليا عن الدالة الفيكس ويمكن أن يكون أسهل منه بحيث يحقق العلاقة إن اكس موجة يساوي إلى جي اكس موجة وذلك من أجل أي جزر تام من اكس موجة للمعادلة الفيكس يساوي الصفر أي أن الفيكس موجة يساوي الصفر إذن معنى ذلك بما أن اكس يساوي جي اكس معادلة مكافئة للفيكس يساوي الصفر فإن أي حل للمعادلة الفيكس يساوي الصفر هو حل لالكس يساوي جي اكس والعكس صحيح أيضا لنفترض أن اكس صفر تقريب أول للجزر وبالتعويض في المعادلة أو في الدالة جي اكس نحصل على قيمة جديدة نسميها اكس واحد فإذا عوضنا في المعادلة عن كل اكس باكس صفر فنحصل على جي اكس صفر نسمي هذه القيمة الجديدة باكس واحد نقرر العملية لنعوض مرة أخرى في الدالة جي اكس القيمة اكس واحد لنحصل على دالة قيمة جديدة نسميها اكس اثنين أي إذا عوضنا في الجي اكس عن كل اكس باكس واحد التي حصلنا عليها من الخطوة التي قبلها فنحصل على النقطة الجديدة اللي هي X2 وهكذا وبتكرار هذه العملية نحصل على المتتالي من الأعداد X1 يساوي GX0 X2 GX1 X3 GX2 وهكذا XI ساوي GXI نائس 1 XI ساعد واحد ساوي GXI وهكذا هي متتالية لا نهائية من الأعداد الآن إذا انتهت إذا كانت هذه المتتالية تتقارب عندما i تسعى نحو اللانهاي إلى نقطة ولتكون زتا فإن jxli هذه ستتقارب إلى jz تتقارب إلى jz طبعا الفرض أن الدالة كانت متصلة وفرض أساسي حتى يتم هذا التقارب عندئذ نحصل على z يساوي إلى jz على z يساوي إلى jz كما نرى هنا وبالتالي أستنتج أن z هي أحد جزور للمعادلة fx تساوي إلى 0 لنأخذ مثال حل المعادلة fx يساوي x تربيع نقص 5x زائد 4 يساوي 0 بطريقة التكرار المتتالي إما أن يقول طريقة التكرار أو أن يقول بالfix point نظرية النقطة السابقة الحل لنكتب هذه المعادلة بالشكل بأخذ الخمسة للطرف الثاني بصير خمسة x يساوي إلى x تربيع زائد 4 وبقسم على خمسة فنحصل على هذه الكتابة الآن لنركب عدات فيكون x i زائد 1 يساوي x تربيع على i زائد 4 على خمسة والi طبعا تتحرك 1 2 3 إلى آخري لنأخذ تقريب أول لهذا الجزر وليكن x 0 يساوي 2 لنأخذ تقريب ابتدائي ونحاول أن نحسن هذا التقريب إلى أن نصل إلى الحل المطلوب فنحصل نعود الآن هون إذا ماشينا x 1 أعطينا إلى i 0 فنحصل 0 زائد 1 x 1 هنا من نعود x بالصفر i بالصفر فنحصل على 2 للتربيع زائد 4 على خمسة ويساوي 2 على خمسة اللي هي 1.6 هذا هو x 1 نعود ونحسب x 2 نعطي إلى i هنا قيمة تساوي الواحد فإذا عودنا هون بالواحد معتها هون نعود أيضا بالi تساوي الواحد ونعود هذه القيمة اللي هي هنا فنحصل على x 2 هي 1.6 للتربيع زائد 4 على خمسة ويساوي إلى 1.312 نكرر نفس العملية إذن هذا هو x 2 نعوده في الجي اكس الذي حصلنا عليه فنحصل على x 3 اللي هي 1.144 x 3 نعوده من جديد في المعادلة اللي هي عبارة عن الـ x 4 سيكون من الشكل x تربيع 3 زائد 4 على خمسة إذن فنعود الـ x 3 هنا فنحصل على الـ x 4 وهي 1.062 نعود حتى نحصل على الـ x 5 الـ x 5 ستكون هي x 4 للتربيع زائد 4 على خمسة لو عودنا هنا في هذه العلاقة حصلنا على الـ x 5 1.025 الآن للحساب الـ x 6 نعود أيضا في المعادلة x 5 للتربيع زائد 4 على خمسة فنحصل على القيمة التالية واضح نلاحظ أن متتالية الأعداد التي أمامي كل ما لعب تتقارب من الواحد التي حصلنا عليها من التقريب الأول x 3 والصفر المتقارب من الجزر 1 للمعادلة المفروضة وأن الأجوبة السابقة أخذت مقربة إلى ثلاثة ألقام عشرية الآن هذا حصلنا على الجزر الأول طبعا هي معادلة من الدرجة الثانية وابتالي لها جزران لإيجاد الجزر الثاني لنأخذ الجزر الثاني لهذا المعادلة سيكون x يساوي الأربعة لأخذ تقريب ابتدائي وليكن مثلا x0 يساوي إلى الخمسة ولأكرر نفس العملية لنجد أن x1 يساوي 5.8 x2 سيكون 7.5 x3 يساوي 12 طبعا نحن نعرف أن الجزر التام لهذا المعادلة الجزر الثاني التام هو x يساوي الأربعة فكل ما لي عبت بعد إذن هنا المتتالية تتباعد ولا تتقارب نلاحظ بدلا من أن تتقارب متتالية الأعداد من الجزر x يساوي الأربعة فإنها تتباعد إن تعيين الدالة gx يمكن أن يتم بعدة طرق ومن أجل كل اختيار gx نحصل على متتالية من الأعداد إذا تقاربت المتتالية الناتجة كانت نهايتها هي الجزر المطلوب ولكي يكون الاختيار للدالة التكرار gx موفقا سنبين في الشريحة التالية المعيار التقارب لطريقة التقريب المتتالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته